وأعطي الكلمة الآن لسعادة الأمين العام السيد أنتونيو جوتاريش السيد الرئيس أصحاب السعادة لقد أصبح الشرق الأوسط على حافة الهاوية وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطيرا قولا وفعلا حالة واحدة من سوء التقدير أو سوء التواصل خطأ واحد يمكن أن يؤدي إلى ما لا يمكن تصوره نزاع إقليمي واسع النتاق سيكون مدمرا على كل من انخرط فيه وعلى بقية العالم فلحظة المحفوفة بالمخاطر القصوى يجب أن تكون لحظة تتسم بضبط النفس على أعلى درجاته أشدد على إدانتي القوية للتصعيد الخطير بسبب الهجوم وسع النتاق الذي أطلقته جمهورية إيران الإسلامية ضد إسرائيل في الثالث عشر من نيسان أبريل استخدام القوى ضد النزاهة الإقليمية والاستقلالية السياسية لأي دولة كانت أو باستخدام أي سبيل غير متسق مع مقاصد الأمم المتحدة محظور وثقا للميثاق وكما ذكرت في بداية هذا الشهر حينما أدنت الهجوم ضد القنصلية الإيرانية في دمشق نشدد على أن مبدأ احترام حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين يجب أن تحترم في كل الحالات وفقا للقانون الدولي فقد حان الوقت لوضع حد لهذه الدوامة من الانتقام الدموية لقد حان الوقت لوضع حد لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يعمل يدا بيد لمنع أي إجراءات قد تدفع الشرق الأوسط بأسره إلى حافة الهاوية وسيكون لذلك عظيم الأثر على المدنيين اسمحوا لي أن أتوخى الوضوح الجلي فالمخاطر تتصاعد على أوجه عدة ويجب أن تشاطر المسؤولين معالجة تلك المخاطر ودفع المنطق بعيدا عن حافة الهاوية والسبيل لذلك هو اعتماد العمل الدبلوماسي الشامل للتهدئة في الشرق الأوسط السيد الرئيس يبدأ الأمر بغزة وضع حد للأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر على نحو كبير في المنطقة بأسرها وأشدد على ندائي بوقف إطلاق النار إنساني فوري وإطلاق صراح لكافة رهائن المحتجزين في غزة بشكل فوري فالهجمات الإرهابية المروعة التي أنشنتها حماس وجماعات مسلحة بصنية أخرى في السابع من تشرين الأول أكتوبر في ذلك القتل واسع النتاق واسخدام العنف الجنسي والتعذيب واحتجاز أرهاء كان تجاهل غير مقبول لأبسط المبادئ الإنسانية وانتهاك لأبسط قواعد الرئيسية للقانون الدولي ففي غزة تمخضت عن العملية العسكرية الإسرائيلية التي دامت على مدار سبعة أشهر جحيم مستعر إنساني عشرات الألاف من الناس قتلوا وقد عانى مليوني فلسطيني من القتل والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية التي تنقذ الحيوات وهم أصبحوا الآن على حافة المجاعة وقد تفاقم العملية الإسرائيلية في رفح هذه الكارثة الإنسانية وأرقام الضحايا مروعة وغير مسبوقة في سرعتها وحجمها خلال فترة ولاية كأمين عام فوفقا لليونيساف تم الإبلاغ عن قتل أكثر من 13900 طفل فلسطيني في هجمات مروعة وعشوائية وطرأ ذلك مع قيود حد فرضتها سلطات الإسرائيلية على توصيل المساعدة الإنسانية للشعب في غزة فهم يواجهون حالة تجويع وسعة وقد اعتمدت إسرائيل مؤخرا عدد من الالتزامات لتحسين توفير المساعدات وأنا كبعض الأمثل على التقدم المحدود فقد تم توصيل ثلاثة قوافل تبعاء لبرنامج التغذية العالمية تجتمل على 25 شاحنة استخدمت معبر إرادز في شامل غزة أيام الـ 14 والـ 15 والـ 16 من يسان إبريل لتوفير طروض غذائية ودقيق القمح وساعات عمل معبر كرم أبو سالم ونتسانة توسعت من الجانب الإسرائيلي إلا أن الشواغل الأمنية تعني أننا لم نستطع أن نعتمد نفس الساعات الموسعة على جانب غزة بعض المخابس استأنفت عملياتها في شمال غزة ووسطها وهي أول من فتح بوابه على مدار الشهور وهذا التقدم الذي يبدو أنه قد أحريز في مجال للأسف لا ينعكس بسبب التأخر والقيود من جانب آخر على سبيل المثال ومع أن سلطة إسرائيلية قد صرحت بمرور بعض قوافل المساعدات إلا أن تلك التصريحات تصدر في وقت متأخر من اليوم حينما يكون من الصعوبة بمكان تقديم هذه الخدمات وتوزيع المساعدات والعودة بأمان لأن الموظفين لا يمكن أن يعملوا في ظلام في منطقة حرب محفوفة بالأدوات غير المتفجرة وبالتالي أثر ذلك محدودا وفي بعض الأحيان غير محسوس عن الإطلاق فقد زادت التصريحات إلا أن هناك عقبات متواصلة تحجب المساعدات عن الناس التي هي في أمس الحاجة إليها وخلال الأسبوع الذي امتد من الزحادة الثانية عشر من نيسانة إبريل منعت إسرائيل أكثر من أربعين بالمئة من طلبات الأمم المتحدة التي تطالب بعبور نقاط إسرائيلية نحتاج بشكل طارئ إلى إحراز التقدم قبل القياس ومجدمة في ذلك على سبيل المثال التوصيل غير المقيد للمساعدات عبر ميناء أشتود وإعادة فتح الممر المائي لنهى الأغز ولمنع المجاعة التي أصبحت على الأبواب وأي حالات وفاة قبلة للتجنب بسبب المرض نحتاج نقلة نوعية في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى خلصتين في غزة فالغذاء ضروري كما هو الحال بالنسبة للمياه الصارحة بالشرب والإصحاح ورعاية الصحية مما يعني ضرورة معالجة التحديات التي تعارق لتوصيل المساعدات ميدانيا فالوكالات الإنسانية بقيادة وكالة الإغاثة أنروا والتي تعتبر حجر الزوي لعملياتنا يجب أن يسمح لها بالحركة لتوفير المساعدات والغذاء بشكل آمن عبر كافة السبل المتاحة والمعابر داخل غزة وفي كل ربوعها ويطلب ذلك تحسين نظم التوصيل عبر كافة خطوط الإمداد ونقاط الدخول والتواقم الإنسانية في حاجة إلى الأمن أيضا فقد قتل حوالي 250 من التواقم التي تقدم المساعدات بما في ذلك 180 موظف أممي في غزة وكرر ندائي بتحقيقات مفصلة في هذه الوفيات المؤسفة وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على مركبة تابعة لليونيساف وهي تعمل على توصيل المساعدات من خلال شحيناتها وتوصيل المساعدات على النطاق الواسع تطلب التيسير الفاعل والكامل من إسرائيل للعملية الإنسانية ما في ذلك من خلال منظومة إبلاغ إنسانية فهي لا يمكن أن تعمل بشكل منظم وممنهج وإنما تغتنم أي سانحة متاحة لتوفير المساعدات كلما كان ذلك ممكنا وتواقم الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعالج أمر ضرري ويجب أن ينفذ بشكل فوري وفي الوقت الراهن لا تستطيع أن تتفاعل عملياتنا الخاصة بالمساعدات فوري في غزة وعملية إفراج فورية وغير مشروطة لكافة أرهاء وتوصيل غير معوق للمساعدات الإنسانية ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية متشاطرة لبذل قصار سانحة متاحة لتوفير المساعدات كلما كان ذلك ممكنا وتواقم الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعالج حجم الاحتياجات في غزة فالقطاع الخاص يطلع بدور رئيسي وبالتالي زيادة الحركة التجري أيضا ضروري وما نحتاج إليه واضح وجلي نحتاج الوقت إطلاق نار إنساني فوري في غزة وعملية إفراج فورية وغير مشروطة لكافة أرهاء وتوصيل غير معوق للمساعدات الإنسانية ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية متشاطرة لبذل قصار الجهد لتحقيق ذلك السيد الرئيس يجب اعتماد نهج للتهدئة الشامل يعكس الوضع المتفجر في الضفة الغربية المحتلة فقد قتل أكثر من 450 فلسطيني منهم 112 طفل إذن قتلوا في الضفة الغربية المحتلة من 7 من 31 أكتوبر السواد الأعظم من القتل سقطوا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال عملياتها وفي تبادل إطلاق النار ما بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين وقتل آخرون من قبل المستوطنين الإسرائيليين المسلحين في بعض الأحيان في وجود قوات الأمن الإسرائيلية والذين كما أبلغ وقفوا مكتوف الأيدي ولم يتحركوا لمنع هذا القتل وشهد العام الماضي أعلى عدد هذه الهجمات وحالات عنف وتخويف ضد المجتمعات الفلسطينية وذلك منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيل هذه الأحداث في 2006 كما قد قتل 17 إسرائيلي بما في ذلك طفل في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل منذ 7 من 21 أكتوبر بالإضافة إلى هذه الأرقام فاقتم الإبلاغ عن قتل فتى إسرائيلية بلغة 14 عاما خلال عطلة نهاية الأسبوع وأدى ذلك إلى موجة من الهجمات من قبل المسلحين المستوطنين المسلحين ضد ما لا يقل عن 37 قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقد قتل على إثر ذلك أربعة فلسطينيين ما في ذلك فتى يبلغ من العمر 17 عاما ودين كافة أوجهها العنف ضد المدنيين وأحث إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لهذا المستوى غير المسبوق من عنف المستوطنين وإخضاع من ارتكب هذه الهجمات للمسألة كما وأدعو إسرائيل بصفة القوة القائمة على الاحتلال بحماية السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من أي هجمات أو عنف أو تخويف فأثر هذه الزيادة المروعة في العنف هو توسع متواصل المستوطنات الإسرائيلية والتي تعتبر في حد ذاتها انتهاك للقانون الدولي إضافة إلى عمليات إسرائيلية واسعة النتاق متكررة في المناطق الفلسطينية الإعلان عن هذه المناطق يمثل أراضي دولة إسرائيلية مع قرارات قانونية تعضد من المستوطنات وقد تزيد من عمليات الهدم والطرد مما يخاطر بتقويد تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية ويحرم الجيل من الفلسطينيين من أي بارقة أمل فيجب على الإسرائيل والمجتمع الدولي أن يوفر الدعم والعمل من أجل حكومة فلسطينية تجيد تعالج التحديات المالية وتعدد من قدراتها على الحوكمة مع الاستعادة مسؤوليتها في غزة في المستقبل حوث كافة الجهات الفاعلة للإقرار بالدور الجوهري الذي تطلع به السلطة الفلسطينية في غزة والعمل نحو تمكينها من العودة في الوقت المغتين السيد الرئيس لا يزال الهدف الأسمى هو حل الدولتين دولة إسرائيل ودولة فلسطين التي تعيشان جنب إلى جنب في سلام وأمن وتكون القدس عاصمة لهم استناداً على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة ويعني ذلك وضع حداً للاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تماماً وديمقراطية ومتواصلة الأوصار قابلة للعيش تتمتع بالسيادة وتكون غزة جزء لا يتجزأ منها ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية والتزام أخلاقي بالمساعدة على تحقيق ذلك السيد الرئيس يجب أن تعالج جهود التهدئة الإقليمية أيضاً الوضع البالغ التعقيد في لبنان ولسيما على حدود الخط الأزرق فتبادل النيران ما بين القوات الإسرائيلية وحزب الله تزيد من اللعب على المجتمعات المدنية في إسرائيل ولبنان عشرات المدنيين قضوا وعشرات الآلاف نزحوا على جانبي الخط الأزرق وهذا التبادل قد يصل إلى زخم في حد ذاته فهناك هجمات وصلت إلى داخل الأراضي اللبنانية والإسرائيلية مما قد يشعل فتيل المواجهات الخطيرة كما شهدنا ذلك في الماضي وأدعو كافة الأطراف إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس وتجنب أي انتهاكات أخرى لوقف الأعمال العدائية وفقاً لإطار القرار 1701 والأمم المتحدة على استعداد لدعم جهود العديد من الدول الرمي إلى تشجيع على التهدئة والعمل نحو التواصل إلى حل ديبلوماسي السيد الرئيس ينبغي على جهود التهدئة الإقليمية أيضاً أن تضمن أمن الملاحة في البحر الأحمر واحترام حقوق وواجبات الملاحة البحرية اتساقاً مع القانون الدولي فلا تذال الهجمات الحوثية متواصلة على السفن التجارية مما يعرقل التجارة العالمية وقد واجه ذلك هجماتنا للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فالمواجهات المسلحة على هذا الممر المائي الضروري يزيد من مخاطر عبر الحدود فهناك مخاطر على سلسل الإمداد وعلى الكوارث البيئية بسبب السفن وحاملة النفط ومخاطر بسبب تصعيد الخطير ومواجهة ما بين القوى العظمى مما قد يكون له تبعات مروعة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً أي هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف بشكل ثوري ويجب على المجتمع أن يعمل أيضاً بيد لمنع التصعيد في البحر الأحمر فقد يفاقم ذلك من التوترات ويقود من السلام والأمن الأقليميين إضافة إلى تأثير ذلك على التجارة الدولية وشعب اليمن يجب أن يحظى بالدعم للتواصل إلى عملية سياسية تصل بهم إلى سلام عادل ودائم السيد الرئيس لقد أصبح الشرق الأوسط في مهب الريح التصعيد الأخير جعل من الهمية ما كان عنه أكبر دعم جهود حسن أنية للتواصل إلى سلام دائم ما بين إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة استقلالاً تاماً والقابلة للعيش والتي تتمتع بالسيادة الفشل في إحراز تقدم نحو حل الدولتين لن يزيد فقط من الهشاشة والمخاطر لمئات الملايين الذين يعيشون في هذه المنطقة وإنما سيعيشون أيضاً تحت تهديد عنف متواصل أحوث كافة الدول الضالع باستخدام نفوذها وثقلها لتعزيز بناء الثقة والأمن المتبادل والسلام الإقليمي فعلينا التزام أخلقي متشاطر بالدفع قدماً بجهود التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط لألحد من المخاطر وزيادة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو السلام والازدهار لبلدان وشعوب المنطقة ومورائها وشكراً لك